السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواتي العزيزات انتمنى ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم ما كتشوفوا الفيديو ديال اليوم مرحبا بكم فيديو جديد على قناتي عالم حكيمة ومرحبا بالضيفات للجداد ديالي اللي ينضموا لقناتي هاد الأيام الأخيرة كان بغي نقول لكم انتمنى نكون عند حسن الضن ديالكم مرحبا وألف مرحبا بكم الوصفة ديالنا اليوم هي عبارة على دجاج منضغمر على الطريقة ديال ماما ديال يعني ديال العرسات بطريقة بسيطة وسهلة ومكونات ليه مبساط وبدون تعقيدات انتمنى ان شاء الله انه يعجبكم وانتمنى هاد المريقة المعيل لك انه اللي يعجب ديالكم ان شاء الله وطبقوها وتقولوا ليه كيفاش جاتكم إذا تمبعتوا معيها لمراحل كلها إذن هنا لبنات ليلا قبل عندي جوج ديال جاجات كتاخدهم ماما كتكيهم شوية بالموس هاد جاجات هادو باقي مجمدين لبنات يعني مشي طالقين رأسهم مزيان علاش باش حيط الحالش تسخون شوية قتل ماما باش مني جي ويتلقوا يلقوا وراثهم صفيق سومي طيبوا يعني كنستغل له الفرصة كنستغل له الوقت كيما كيقولوا إذن هنا درت معلقة ديال الخرقهم معلقة صغيرة ديال تحميرا وشوية ديال البزار الملحة الكامون والعطرية ديال الجاج بالنسبة لهاد المؤسكن جبير بطبيعة الحالته هو بالنسبة لهاد المكونات رأى هالبنات كتاخدهم معلقة صغيرة كتدير غير معلقة صغيرة ما عمراش من كل حاجة وضفت شوية ديال زيت البلدية وغادي تسرمل به هاد الدجاج هادا غا تحاول تسرمله من بره ومن الداخل وتلبسه مزيان مزيان بهاد العطرية هاتي ضفت شوية ديال الماء في هاد المرحلة رأى ممكن تديروا يعني انتو ما المكونات اللي كاسبغي ولكن ما ما طريقتها هي هادي يعني مكونات اللي بسيطة باش الدجاج يتشرمل مزيان ويجينا فتيف الطياب كما قلت لكم مرحة مخلاتوش يتطلق مزيان لان الحال سخون شوية فقلت ليا ما يجي يتطلق مزيان حتى يكون صافيخ الصوي طيب يعني ماشي يتطلق ويبقى وخاه هو مش ترمله كل شي ولكن يعني من يكون الحال سخون والافضل تخليه باقي مجمد شوية سينو ورا غادي تجبدوه وغادي تشرملوه غادي يكون مطلوق يعني طالق راسو غادي تشرملوه وغادي تحطوه في تلاجة اذا كما قلت لكم غادي تشرملوها بها الطريقة كلهم يعني غادي تحاول ان ندخلها دي العطرية كلها دي الجاج بطبيعة الحالة راه تقبنه كما شفتو معايا بالموس وغادي تحطوهم على جنب ان شاء الله اذا كما كتشوفو باقي يعني يقى داخل الداخل حيث موامني غسلاتهم بطبيعة الحاضرة نسيت ما اضرت لكم على الغسيل دي الجاج فأمني كتنقيهم زيان كتحيي الدكشي كيكون الداخل وكتقطع دكشي كيكون الفوق ودكشي الكام ندرككم معارفين وتبارك الله ما شاء الله كتنقيهم وكتدير لهم بحالة قلتو كتفركهم بالحامض مع سكنجبير والملحة يعني هدو هم الممكنة اللي كتدير مما وكتخليهم مرقدين في دكشلوفات الحامض اللي بقاوا وشوية دياس كنجبير وشوية دياس الملحة واحدة الساعتين ونطلق تسويح اللي قد ديتوا عليها عاد كتستقطروهم وكتدخلهم المجمد مالافضل للمنجاج ما يكونش جديد يعني ما يطيبش نهار بنهاره مالافضل يكون ديجاف المجمد وجبته اذا هذي هي الدجيزة كتوية ريالية مما كيف تجدت كما شفتورها ما جمعتش مما رجلات لانه باقي مجمد كما سبق لي وذكرت صافي كتخلي مما فوق منه هدو العطرية وكتحطو على صدره وكتزيد شوية دياس زيت كما غادي تشوفو معي من بعد الزيتة الرومية تقريبا غير 1-3 المعال المهم قلت لي هذي أنا هي طريقتي اللي كان دير لإشارة البلد فماما كانت هي الطباخة دي العائلة شحال هذي مني كانت باقة بصحيحتها ما شاء الله كانت كالطيب في العرس دي العائلة المناسبة اللي مشى للحجل اللي مشى العمرة اللي جاء من الحجل اللي جاء من العمرة اللي ولد اللي تزوج فماما كانت معروفة بالطياب يعني كانت معروفة هي اللي كانت كالطيب عند العائلة إذن هذه هي طريقة ديالها اللي كنتقاسم معاكم هنا البنات بالنسبة لما قادر ديال جوج دجاجات دارتموما هنا جوج بصلات جوج بصلات شوي ديال الربيع وثلاثة ديال التومات التومات بالنسبة لرمضان راما كان كتروج توم ولكن أصلا هذا هو القياس اللي كتدير وثلاثة لبصلات لجوج دجاجات ما كتكترش لبصل نهائيا لبصلة نهائيا يعني ماشي دك الدجاج اللي تي قوي وفيه لبصلة وحيي دجاج وعاد زيد لبصلة يعني صارحة فيه بزاف ديال المكونات وبزاف ديال الوقت وهذا جاني أنا والله يتاكي يجيني أحسن يعني بحل ديال العراس ديال الطباخات في العراسات هذي كلمريقة اللي كتجي خاطرة وفي نفس الوقت ركينات دغميرة إذن كنتحن شوية في هذي الصراحة هذي والله يتا المساعدة الرسمية ديال المطابق المغربية خصوصا في رمضان والله إليك هتنفع الصراحة هذي الله هذي هذي خطيرة هذي إذن هنا عندي هذي القنيصات عندي زيتن ممكن تستعملوا زيتن الحمر أنا هذي اللي كان عندنا القنيصات اللي عنه قام قطعين ونص حمضة مسييرة باللوب ديالها وهناي عندي الكبدة غديرها تسلق مع شوية ديال الحامض إذن هذي هم الجيجات رجمعتهم بعد ما تلقوا بطبيعة الحال لمبتدئات ممكن يديروا الخيط ويجمعوهم باش جيوهم سهلين صافوا هذيك المكونات اللي تحمد ذاك الربيع معا بصيلة مع التومة وهنا غادي تزيد ذاك العطرية كلها اللي دارة البرحة غادي تعود تزيدها العطرية ديال الجيج إلا ما كانتش عندكم ديروا بسي بي سوقا عقل لمطحوني غادي تزيد شوية ديال الملحة تحميرها سكنجبير لخرقوم لكامون يعني في المجموع حيث اللي بنطرة مما كتدير عينها ميزانها أما ماما عدوها تقولي لها اعطيني بالضبط المقادير حيث ما غاديش تعرف لان مولفك تخدم غير بيديها ماشي بالعبار اذا كما قلت لكم بالنسبة للعبار انا غا نعطيكم انطلاقة من ذاك الشيلي شفت قريبا قولوا في المرحلة الاولى كتزيد واحد نص معلقة والمرحلة الثانية كتزيد عود ثانية واحد نص معلقة زيدة شوي يعني قريبا واحد المعلقة صغيرة عامرة بومبي من كولة مكوين من هادهم من هاد العطريات كلهم وبطبيعة الحال سكنجبير مع مع الخرقوم كيكونوا زيدين يعني كتكون عامرة النيتة ديال لمعقول وهنا كتزيد عود ثانية الزيت بالنسبة للزيت يعني تقريبا عندي واحد كاس اللاروب ديال العنبة ديال الزيت هو اللي درته في هاد ججججة هذا يعني كاس اللاروب بالعبار ديالي مطلاقة من هاد شيلي شفت تقريبا كاس اللاروب ديال الزيت ممكن تديروها مخلطة ممكن تديرو اللي درته المهم راه كاس اللاروب ديال الزيت من بين المرحلة الاولى اللي ذات شوية واحد اربع كاس والمرحلة الثانية اللي ذات واحد نص كاس اذا كتدير هاد المقادير هادو باش يتشحروا وعاد غادي تضيف عليهم الماء حاجة اخرى البنانت راه مما هنا كتتصرح لكم باللي حيث في الاول سجل الصوت ولكن جا الصوت ديالولا ديال مجهد فحيد في المونتاج حييت الصوت كانت كتقول لي ياخص الدجاج يطيب على جنبه ما منوع يطيب الدجاج على صدره وعلى ظهرولي انه كيتفتت من بعد كيتفرتت من الافضل طيبه وعلى جنبه عاد بدأوا تقلبوه اذا هنا كتضيف زيت ايطرو ديال الماء وضعفت العنوقة والقنيسات فقط وبطبيعة الحال الحامض الحامض مصير غير اللوب ديالو بطبيعة الحال ديك جلو درقة تعمرهم بالهريسة دك شي علاش خلاتهم صافي في هاد المرحلة كتطلل على الدجاج تقريبا مني كتفت واحد نص ساعة هاد الدجاج هاد المنطرة ما كياخدش الوقت في الطيب لانه مشارمال اولا الليلة قبل ثانيا جيجات صغار قلت لكم نصيحة الدجاج المضغمر كيجي في دوك الجيجات ديال كيلو ونص جوج اللارب يعني مايفوتش هاد القياس هادا ما يكون الدجاج كبير متى يكونش متى يجي اوختي يكون مشارماله هادا واني حلاوتو في هاد الدجاج الصغير اذا في هاد المرحلة كيما قلت لكم كتقبوها كبل قطيب باش يخرج ذاك المالي فيه وصافي اشاك فورة كتبقى تقلبو كتبقى تقلبو كتبقى تقلبو حتى كي يعني حتى كتحس بيه صافي طابم زيان ووليفتي عاد كتحيدو كنحاول انا ما نزرر بشليكم الفيديو نهائيا باش تشوفوا المراحل بالضبط وبالتدقيق اذا بالنسبة للقلي ديال الجيجر هنا راسا في طعب غتي سحيدو عاد غتي تشوفو شنو غد نديرو في الدغميران ان شاء الله هنا طعوة ديركتلي غتدخل الفران ما كان ديرو لا بابيلا ولو كان دهنوها بالزيت العادية الرومية و كنحطو فوق منها الدجاج على صدرو يعني حتى كيتحمر عاد كنقلبوه لجميع الجيهات بالنسبة للدجاج للبنات راه كيتحط قتلي اياكم كوارا كتحطو على صدرو حتى كيتحمر عاد كتبقى تقلبوه و ديري كتعل طاوة بلا بابيلا لاش لان ديك الزيت كي يبقى بحلا كيتقلى فيها يعني عوض ما نقليوه في الزيت بحيلا كيتقلى في الزيت اذا في هاد المرحلة هادي هادي هي دهب المرحلة ديال تقاله كما كيقولوه تخلي هاد الضغميره هادي تجمر على خطر خطرها هنا حيه اذا تغير ديك جلده ديال الجاج اللي طلقت في المريقة سوف يكتخليها و تضيف هاد المريقة و تجيبها يعني عندك واحد من ساعة و هاد المريقة كتتعسل مع خطر خطرها و انتوما كتتحكموا في القوام ديالها واش بغيتوها تكون جارية شوية واش بغيتوها تكون عقدة واش بغيتوها تكون يعني متوسطة غادي نوريكم في الاخر كيفاش غادي تعرفوه بالمرقة ديالكم بالنسبة لمبتدئات راه جاهزة هاد الفيديا لبنات خصوصا للمبتدئات اللي متيعرفوش طيب و جاجم الضغمر غادي يجيهم ساهل بها الطريقة ان شاء الله هاد الفيديا اذا كما شفتو راح في ملي زادت الكبدة راح زادت حتى نسيت حتى الزيتون زيتون كما قلت لكم اللي كيدير زيتون مقطع كان اللي كيدير زيتون حمر ضروري اذا كشي المتوفر عندكم ديروا يعني ماشي اشكال ما كيلعبش يعني ماشي شي حاجة مهمة بزاف سافي هنا بالنسبة للدجاج راكت تدير فوق منه الزيت ديريكس يعني باش يجيب حل الام قليوك و تدخلو الفران إلا بغتو تقليوه قليوه انا شخصيا ما كنفضلش نقليه علاش لانا شحال هادي كنجربت واحد المرة قليت واحد الدجاجة شحال هادي كنجربت واحد المرة قليت واحد دجاجة شحال هادي كنجربت تفرتات لي يديا المعقول وعصباتني وقوة الزيتة قوة الصداعات مني جربتها هاكا في الفران نفس النتيجة خصوصا بها الطريقة انا كنت كندير الزبدة كنت كندير الزبدة باش تحمر مما قلت لي يلم الأفضل ديري الزيت و ها هي عاو تاني قلت لي انا حيث كانشوف في الفيديو كانشوف في الفيديو عاد كندير المونتاج كان دكشينسيتو لا وصلتني كيمكي طيب كيمكي تتقلي يعني كيبقى على اجنبو وانتك تتقليو وانتك تتدور يعني وخاف الفران كتهزو وكتبقى تدور فيه كل مرة على اجنب حتى كي طيب اذا ها هي الدغميرة ها هي بنت لكم رابدات كتتقال وغدي تشوفوا كيفاش كتجي كان ديروا واحد الاصطر مني كان نحسو بها وجدات كان ديروا واحد الاصطر هكا بهذا الملعقة الخشبية مني ما كان جمعش لنا المرقصة كان عارفوها وجدات ما عرفت شواش بان هنا في الفيديو ماما هيا كيفاش كتعرف اخصى ضروري تهزة باش تعرف واش صفي وجدات انا هديك الطريقة البنات اللي قتلكم ما عرفت شواش هنا يدرتها معكم في الفيديو كان دير هديك الملعقة كان دوزها الاخلت دك الشانتة كيما كان قولو راح المرقة معكم وجدات يعني ما شي كتجمع دغية مني ما كتجمعش دغية صفي كان عارفو بلي المرقة تقالت و بلي راه وجدات و اصلا راعينيكم ميزانكم راكات بان لكم المرقة مني كتكون مميها و مني كتكون صافي شدار اسها و صراحة دغية البنات هو الدغميرة من كين اللي كين يشوفوا بزاف و يخلي ديك المرقة تعسل و يحطها غير فوق من دجاج كي يجي دجاج ناشف الدغميرة يعني دجاج ضروري من ديك الدغميرة ها هي كيفاش كتلكم و قيلة في هاد المرحلة ها انتم ما شفتها ها هي هاد الشانطين اللي قلت لكم عليها يعني كي ياخد الوقت باش تجمع الدغميرة الوسط هكا كتعرفوا صفي هادي دبارة وجدات صفي غادي ينطفوا عليها هادي هي الطريقة بالنسبة اللي مبتدئت باش كيعرفوا باللي الدغميرة ديالهم صفي راها واجدة شفتوا لنا البنات كيفاش كيتتبدل يعني يكون ماما ما كانش عندها زعفران شعرة سالة لها ولكن قلت لي يا راه مني كان ديرو زعفران شعرة كتجي افضل يعني في اللون دياله شتوا لامريقة مجمرة ديال المعقول صفي هنا حيت حيت نجا شتوا لبنات كيفاش جا من بعد ما تحمر هاوه جاللون دياله رائع بحلة مقليف الزيت وهنا يا غاتي نقدموه بس حول هنا دائما نقدموه على جنبه ماما قلت لي انا كيعجبني هكا على الجنب مشي رجيلة الفوق او المشي على دهره او لا على صدره كتقدموها كم مجننة كيكون عندكم تلاتة ججاجة دولارة قمنا بصأنهgressive هذه هي المريقات قمت بيجيين و أجل الكرد لما أن LQC و أجل الكرد لم تتقيق يجب أن تكون منهم أطلق بصنع ها أنت لديه و آخر و إنها أخرج من الأطلق لا تسافي صراحة الله بحال ذاك خصوصا توحشنا العراس بحال ذاك المريقة جال العراسة بالضبط ونقدموهم مع شوية الهريسة وبصحة الرحاة لا يمكنكم مش كاملين نديروا يديكم معنا وهذا هو الفيديو دي اليوم الطبق دي لنا قدمناه مع شلاضة وبصحة الرحاة الى فيديو قادمة ان شاء الله نتمنى هالتفاصيل مملة نتمنى ما يكونوا مميلين بزاف لان فعلا بغيت نوصل لكم المعلومة كما هي اذا في الاخير شكرا لكم على المتابعة وتسنوني في فيديو قادمة ان شاء الله